اشتركوا في القناة اتوقع ان الصورة ابلغ من الكلام وعلى فكرة اللي معاي هذا ماهو كتاب انا جائس اقرأ فيه هذا هو جهاز لينوفو تينكباد اكس وان فولد ودي اتكلم عن الشكل الخارجي لهذا الجهاز طبعا احنا ما نشعر بتفاصيل اللي موجودة فيه مثل المفاصل او المفصلات اللي موجودة بهذا الجهاز الشكل الخارجي عبارة عن جلد بالكامل المميز بهذا الشكل الخارجي كل ما قفلناه راح ينسح بمعانا لحد ما يطلع شعار الانتل اي فايف وهو المعالج اللي مزود فيه هذا الجهاز طبعا الجهاز يجيب نظام الويندوز والشاشة كلها قابلة لللمس مقاس الشاشة 13.3 بوصة لينوفو حطت مفصل صغير او مسند حتى انه نفتحها كده نوقف الجهاز زي ما تشوفون او نخليه بالعرض لانه المفصل او المسند راح يحافظ على توازن هذا الجهاز انا مطف الشاشة الان حتى تتابعون من الكاميرا العلوية هل فيه نتوءات او لا من الجهة اليمنى من الجهاز موجود زر التشغيل والاغلاق رفع وخفض الصوت منافذ صغيرة للسبيكرز والمايكروفونات الجهاز ينشحن عن طريق الـ USB Type-C وهذا الشاحن الخاص فيه 65 واط يدعم لمس الاصبع وايضا القلم على فكرة خلوني اطلع لكم القلم موجود فيه زرين وممكن نفصل القلم منفذ USB Type-C موجود على قلم من كل الطرفين وهذه الكيبورد الخاصة فيه بالماوس بعد شوح ليل شكلها وهذا نحفح نثني الجهاز زي ما تشوفون وطلعتنا الكيبورد نبغى الكيبورد الأخرى بالمغناطيس وأتوقع نحف هذه الكيبورد هو اللي يسمح للجهاز أننا نطويه بدون ما نشعر أن بداخل شيء ونفس ما توقعت الحين جهازة تشحن هي نقدر رح نطفيها ونشغلها طبعا تنشحن عن طريق Micro USB لاحظوا أنه موجود بداخله كيبورد ولاحظوا هذه النقطة أول ما أركب الكيبورد بالمغناطيس تنقسم الشاشة ويطلع لي الزر إبدأ في هذه المنطقة أشيلها نزلت زر إبدأ وشريط المهام بالأسفل بتكلم الآن عن تجربة المستخدم في قسم الشاشة مقاس شاشة الجهاز 13.3 بوصة بدقة 2K OLED الجهاز يأتي بلون الأسود مع اللذر أو الجلد وقابل للطي شكرا لمتابعتكم وتمنى إن شاء الله أني أفدتكم ولا تنسون تشرفوني على قناتي على اليوتيوب وأيضا حسابي على تويتر حساباتي موحدة باسم طارق الجاسر هذه أطيب تحية أقدمها لكم وشكرا للمتابعة وفي أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر